السلام عليكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الأدادي أهلاً ومرحباً بكم في درس جديد من دروس أرياضي إن شاء الله النهاردة هنكمل كلامنا على المساحات هنتكلم النهاردة على الدرس المهمة قوي من دروس المساحات اللي هو بيقول تساوي مساحة مسلسين عندي أهداف مهمة جداً لازم نبقى وغدين بالنا منها هنتكلم عنها مع بعض في نهاية الدرس عايزين نقوم بنقدر أن احنا نوجد مساحة متوازي الأضلع ومساحة المسلس وعايزين كمان نستنتج شروط تساوي مساحة مسلسين وعايزين نقدر نحل التمارين بمهار لما بنينا نتكلم على تساوي مساحة مسلسين هناخد النظرية التانية احنا النظرية الأولانية كانت بتتكلم على تساوي مساحة متوازية الأضلع النهاردة هنتكلم على تساوي مساحة مسلسين يا ترى بنقول إيه؟ بيقول لو أنا عندي مسلسين مرسومين على قاعدة واحدة ورأسهم على مستقيم يوازي هذه القاعدة يكونان متساويان في المساحة يبقى احنا دلوقتي عندنا مسلسين ايه الشرط بتاعه ان هم يكونوا متساويين في المساحة ايه في هنا ايه في شرطين مهمين جدا يا سنة تانية الشرط الاولاني ان هم يكونوا مرسولين على قاعدة واحدة الشرط التاني ان تكون رؤوسهم على مستقيم يوازي هذه القاعدة يبقى زي وزي الاثنين متوازي اضلاع بالزبط لو الاثنين متوازي اضلاع كان لهم نفس القاعدة ورؤوسهم على مستقيم يوازي القاعدة يبقى شرط تساوي المساحات هنلاقيه إنه سابق سواء كما بين اتنين متوازي أضلاع أو متوازي أضلاع ومستطيل أو متوازي أضلاع ومسلس أو مسلس ومسلس أو مسلس ومستطيل كلهم لازم يكون فيه عندي قاعدة مستركة ولازم يكونوا محصولين بين مستقيمان متوازين نكمل نشوف يا ترى مع بعض الكلام ده هنشوفه زي في الشكل المقابل رسمة مرسومة عندي هنا عندي مسلسين المسلس الأوليني اسمه ألف بهجيم والمسلس التاني اسمه دال بهجيم المسلسين دول هما الاتنين زي ما احنا شايفين في الرسمة كده مرسومين على نفس القاعدة بهجيم يعني بينهما قاعدة مشتركة اللي هي ال بهجيم الرؤوس اللي هي الألف والدال بيقعوا على مستقيم قيم يوازي القاعدة بهجيم يبقى هما الاتنين في الحالة دي يكونوا ايه متساويان في المساح طب يطروا لما جاكتب الكلام ده هكتبه ازاي نشوف مع بعض كده في الشكل المقابل قلب بهجيم ودال بهجيم مسلسان فيهما يبقى اول حاجة كتبناها كتبنا اسم المسلسين بعد كده لازم اكتب اسم القاعدة المشتركة واضح جدا من اسم المسلسين حتى من غير ما ببص للرسمة ان ال بهجيم قاعدة مشتركة ان ال بهجيم متكرر في المسلس الأوليني ومتكرر في المسلس التاني يبقى عندي هنا بهجيم قاعدة مشتركة يبقى انا محتاجة كم شرط شرطين محتاجة القاعدة المشتركة ومحتاجة اعرف ان القاعدة المشتركة دي بتوازي الرؤوس طب نشوف القاعدة المشتركة اللي احنا لسا قلنا عليها بهجيم طب وال بهجيم بتوازي مين ال بهجيم توازي الف دل طالما تحقق الشرطين بتوازي المساحة أقدر أقول له إذن مساحة المسلس ألف جهجيم تساوي مساحة المسلس دال جهجيم وجي النظرية التانية اللي احنا أخدناها النهاردة مع بعضهم يبقى دي نظرية بتتكلم على تساوي مساحة مسلسين النظرية دي لها نتائج كثير قوي ونتائج بتاعتها مهمة جدا 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 تعالوا نشوف أول نتيجة مع بعض النتيجة الأولى بيقول لي لو أنا عندي المسلسات التي قواعدها متساوية في الطول والمحصورة بين مستقيمين متوازيين تكون متساوية في المساح يبقى احنا برضو لسه ما زلنا بنتكلم على إمتى المسلسات هتكون متساوية في المساح النتيجة دي بتقول لي لو أنا عندي مسلسات قواعدهم متساوية ومحصورين بين مستقيمين متوازيين هيبقوا متساويين في المساح طب تعالوا نشوف يا طرح هنرسمهم ازاي وهنشوف الشكل مع بعض ازاي في الشكل المقابل آه عندي هنا هو نلاحظ مع بعضنا في عندي كم مسلس في عندي ثلاث مسلسات المسلس الأولاني دا الوهي والمسلس التاني قلب بهجيم والمسلس التالت سين صادعين الثلاث مسلسات دول قواعدهم متساوية يعني عندي دا الهي بتساوي بهجيم بتساوي سين صادعين القواعد المتساوية دي بتقع على أحد المستقيمين المتوازعين والرأس على المستقيم التان يبقى هم في الحالة دي كل مستقيم منهم لي نفس الارتفاع ولا لا أي سنة تانية ارتفاعهم ثابت الارتفاع ما بين أي مستقيمين متوازين أو المسافة بين أي مستقيمين متوازين بتكون ثابتة يعني رسمت العمود من نقطة واوة على داله هو نفس العمود من ألف على بهجيم ونفس العمود من عين على سينسون جميع المسلسات دي لها نفس الارتفاع وقواعدهم في نفس الوقت المتساوية وإحنا عارفين أن المساحة نصف قاعدة يبقى مساحة كل المثلسات دي هتبقى نفس المساحة. طب نشوف كده احنا عندنا ايه؟ وهنكتب الكلام ده از intricate. المثلسات ده اللي هو وألف بهجيم وسين صودعين فيهم. ايضي القواعد المتساوية. القاعدة الاولانية ده اللي هي. بتساوي القاعدة بتاعت المثلس التاني بهجيم. بتساوي القاعدة بتاعت المثلس التالث اللي هو سين صود. يبقى القواعد عندي هنا ايه متساوية. طب تعالوا نشوف يا ترا في توازي ولا لأ؟ فعلا عندي المستقيم بهجيم بيوازي المستقيم ده الألف بهجيم اللي هو عليه القاعدة ده الألف عليه بقية القواعد يعني واحد عليه القاعدة والتاني عليه الرأس أو واحد يعني مش هتفرق من فيهم عليه القاعدة ومن فيهم عليه الرأس المهم منه واحد فيه يكون عليه القاعدة التاني لازم يكون عليه الرأس المهم منه يكون الرأس والقاعدة محصولين بهين مستقيمين متوازيين طالما لقيت التوازي دوت ولقيت القواعد المتساوية إذن المساحات بتاعتها تكون متساوية يكون مساحة المسلس ده لهيه هوو مساحة المسلس قالت به جيم تساوي مساحة المسلسين صادعين في النتيجة كمان في النتيجة اثنين النتيجة التانية برضو في غاية الأهمية مهمة قوي قوي بتتكلم على متوسط المسلس متوسط المسلس إحنا كلنا عارفين إن هو مستقيم أو شوعيع بيترسم من رأس المسلس ينصف الضلع المقابل له يبقى إيه هو المتوسط ده قطعة مستقيمة أو شوعيع بيترسم من رأس المسلس ينصف الضلع المقابل له تعالوا نشوف يا ترى إيه اللي هيحصل لو أنا عندي مسلس ومبرسوم فيه متوسط المتوسط بيقسم سطح المسلس إلى سطحي مسلسين متساويين في المساح يعني هيقسم المسلس لمسلسين مساحتهم متساوية تعالوا نشوف يا ترى مع بعض الكلام ده هيحصل إزاي؟ في الشكل اللي قدامي زي ما احنا شايفين عندي المسلس ألف به جيم فين المتوسط المتوسط ألف ده طب إيه اللي خلاني يقول إن الألف ده 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 متوسط لأنه مرسوم من رأس المسلس ألف نصف الضلع المقابل له هو به جيم في نقطة ده عندي به ده تساوي ده الجيم إذن ألف ده ده أقدر أقول عليه متوسط المتوسط أسمي المسلس المسلسين مسلس يمين المتوسط ومسلس شمال المتوسط المسلس ليمين المتوسط اللي هو اسمه ألف به داد والمسلس التاني ألف جيم داد المثلسين دول قواعدهم متسوية ولهما نفس الرأس طالما القواعد متساوية وليهم نفس الرأس فذا معناه أن هم كمان لهم نفس الارتفاع ومساحة المثلس مصدق قعدة في الارتفاع المثلس الأولاني قعدته نفس قعدة المثلس الثاني ونفس الارتفاع إذن المساحات هتكون متساوية يبقى أول ما بلاقي مسلس في متوسط بقول اسم المتوسط واسم المسلس وبكتشف في الحالة دي ان هم المسلسين اللي نتجوا متساويان في المساح ادي الالف دال متوسط في المسلس يبقى انا قلت اسم المتوسط وقلت اسم المسلس اللي موجود فيه نتج قصودي زي ما احنا شايفين مسلسين متساويين في المساح المسلس الاولاني اسمه يبقى مساحة المسلس تساوي مساحة المسلس الالف جيم دال ودي نتيجة مهمة جداً جداً وبستخدمها كتير أوي أولاد في حل المسائل والتدريبات اللي بتبقى موجودة عندي سواء في كتاب المدرسة أو في الامتحانات هنلاقيها بتتكرر كتير الفكرة دي يبقى نخلي بالنا منها كويس لأنها بتتيجي كتير أوي في الأسئلة النتيجة الثالثة يقولي لو أنا عندي مسلسات أطوال قواعدها متساوية في الطول وعلى مستقيم واحد ومشتركة في الرأس تكون متساوية في المساحة يعني ايه الكلام اللي احنا كتبينه ده؟ تعالوا نشوف كده الرسمة بتاعتنا أنا عندي هنا في الرسمة عندي مسلسين المسلس ألف بهجيم والمسلس ألف دال واو المسلسين دول ليهم نفس الرأس ألف وفيهم حاجة كمان مهمة جداً القاعدة بهجيم اللي في المسلس الأولاني تسوي القاعدة دال واو اللي في المسلس التاني يبقى كده دي تاني حاجة مش بس القواعد متساوية لأ دي القواعد كمان على استقامة واحدة يعني القاعدة بهجيم والقاعدة دال واو على نفس المستقيم بهجيم طالما المسلسين لهم نفس الرأس وقواعدهم متساوية وعلى استقامة واحدة لازم هيكونوا متساوين في المساحة ليه سنة تانية هيكونوا متساوين في المساحة؟ برافو عليكم لأنهما لهم قواعدة المتساوية وكمان ليهم إيه؟ ليهم نفس الارتفاع لأن الارتفاع اللي بترسم النقطة المستقيم بيبقى بعد سابت ما بين النقطة والمستقيم اللي هو البعد العموجي وإحنا عارفين اللي الارتفاع بيكون عموجي على القاعدة يبقى هيكون عموجي إزاي؟ هيكون عموجي يعني هترسم من الرأس عموجي على القاعدة والقاعدة على استقامة واحدة يبقى هما ليهم نفس الارتفاع ليهم إيه سنة تانية؟ نفس الارتفاع والقواعد المتساوية إذا من ساحتهم هتبقى متساوية طب نكتب الكلام ده يبقى المسلسين هنقول اسم المسلسين طبعا ألف بهجيم وألف دالواو يطرى فيهم إيه هن نقول مع بعض برافو عليكم فيهم القواعد المتساوية اللي هي بهجيم تساوي دالواو وكمان على استقامة واحدة برافو عليكم وكمان ليهم نفس الرأسة ألف هنكتب مع بعض يبقى بهجيم تساوي دالواو قواعد متساوية وعلى استقامة واحدة بنكتبها مدين قوسين كده عشان اللي فينا مش متأكد يبقى يفتكر مع بعض احنا بي بنقول انه هم متساويين لا مش بس متساويين دول كمان متساويين وعلى استقامة واحدة فين الرأس المشتركة والالف رأس مشتركة طالما لقيت قواعد متساوية وعلى استقامة واحدة ولهم نفس الرأس اذا هيكونوا ما لهم هيبقوا متساويين في المساحة يبقى قدر اقول كده يكون مساحة المسلس الف بهجيم تساوي مساحة المسلس الف دال واو جامل جدا طب نشوف يطرى مع بعض قالوا ناخد ملاحظة والملاحظة دي زيها زي النتيجة مهمة اوي اوي برضو بيقول في اشكل المقابل تعالوا نبص على الرسمة اه نفس الرسمة اللي قبل كده طب يطرى ايه الجديد اللي عندي المسلسان الف بهجيم والف دال واو فيهم دال واو يساوي نص بالجيم المرة دي الدال واو القاعدة دال واو نص القاعدة بالجيم يعني القواعد هنا مش متساوي ده في قاعدة نص قاعدة طيب طالما القاعدة نص القاعدة يبقى مساحة المسلس اللي هو الف دال واو ايه من مساحة المسلس الف بهجيم برافو عليكم نصه لان هنا هيبقى لو مساحة المسلس الف بهجيم 50 سنتيمتر مربع يبقى مساحة المسلس الف دال واو يبقى خمسة وعشرين سنتيمتر مربع لأن القواعد هنا قاعدة بتاعة المثلث ألف دل واو مصد القاعدة بتاعة المثلث ألف بيجيم. قياسا على كده لو أنا عندي قاعدة عندي مسلثين لهم نفس الرأس وقايدهم على سقامة واحدة بس قاعدة منهم تولت التانية يبقى المثلث لو دل واو قاعدته تولت قاعدة بيجيم يبقى في الحالة دي مسحت المثلث ألف دل واو هتسوي تولت مسحت المثلث ألف بيجيم أو ربع أو تلتين. أي أنكizo طالما أنا Mein father نسبة ثابتة يبقى النسبة ثابتة في اطول القاعدة هي نفسها النسبة ثابتة في المساحة. فأنا ياولاد يبقى الكلام ده مهمة اول. لو انا عندي قاعدة نص القاعدة يبقى مساحة المسلس هيساوي نص مساحة المسلس التاني. ولو القاعدة ربع يبقى مساحة المسلس الاول ربع مساحة المسلس التاني. وهكذا النسبة ثابتة ما بين اطول القاعدة هي نفسها النسبة ما بين المساحة. يبقى عندي هنا الف رأس مشتركة يكون مساحة المسلس ألف دل وو تسوي نص مساحة المسلس ألف بهجين. يبقى لو أنا عندي قاعدة في نسبة ما بين القاعدتين ولهما نفس الرأس هيبقى النسبة دي سبتة ما بينهم في المساحة. نشوف مع بعض مسألة في تدريب عندي. تدريب بيقولي في أشكل مقابل المسألة مرسومة بالشكل ده. واضح عندي في الشكل أن أنا عندي ألف بهجين دل ده شكل رباعي. الأقطار بتاعته اللي هو ألف جيم وبهدال بيتقطع في نقطة مين. وعندي كمان إيه؟ نشوف كده مع بعض. يبقى بيقولي هنا أن أنا عندي ألف دل يوازي بهجين وألف جيم تقاطع بهدال يساوي نقطة مين. يبقى في عندي توازي. في عندي مستقيمات متقاطعة في نقطة مين. وعندي هي منتصف بهجين. يبقى أنا في عندي عدة أشياء هنا هقدر أستفيد منها. دايما الشكل الرباعي اللي موجود أصودي ده اللي فيه ألف دل يوازي بهجين بنلاقيه حاجة أساسية في معظم المسائل بتاعة مساحة المسلسات. دايما بيبقى فيه عندي الشكل الرباعي ده ومتوصل الأقطار بتاعته وفيه جزء أساسي هتلاقيه ثابت في كل المسائل. طب نشوف يا طرع هو طالب مني إيه؟ هو عايزني أثبت إن مساحة الشكل آلف بهه ميم يساوي مساحة الشكل دل ميم هي جيم. ألاحظ إن الشكلين دول لهم الاتنين متوازي أضلع ولا متوازي أضلع ومستطيل ولا مسلس ومتوازي أضلع. طب ما لأنا أعمليه في الحالة دي. في الحالة دي أنا هقسم الشكل اللي هو طالب إننا نثبت إن هم متساويين في المساحة لشكلين. ممكن نقسمه مثلا لمسلس ومسلس أو متوازي أضلع ومسلس أو مستطيل ومسلس على حسب الإمكانية اللي موجودة عندي في الشكل. لو إحنا بصنا للشكل آلف بهه ميم ألاقي إنه هو عبارة عن مسلسين. المسلس الأولاني اللي هو آلف به ميم يعني عبارة عن المسلسين ده الميم جيم والمسلس جيم ميم هين. المساحات بيبقى فيها حاجة مهمة أوية سنة تانية. المساحات لازم أدقى عرفة فين الشكلين اللي أنا بتنطبق عليهم شروط تساوي المساحات. يعني لازم أدور على واضح قوي إن الشكل عندي هنا ما فيهوش متوازي أضلع وما فيهوش مستطيل. يبقى أنا هابد عن متوازي الأضلع وهابد عن المستطيل. قدامي مين? قدامي المسلسات. عشان نثبت إن فيه مسلسات متساوية في المساحة لازم تحقق شرط من الشروط اللي أنا قلتهم. يعني لازم يكون لهم قاعدة مشتركة ومحصولين بين مستقيمين متوازيين أو قواعدهم متساوية ومحصولين بين مستقيمين متوازيين أو فيه متوسط موجود في المسلس. يبقى أنا بدور على حاجة من الحاجات اللي أنا عارفاها. طيب لو أنا جيت بسيط هلاقي إن المسلسين اللي بينطبق عليهم الكلام ده ممكن يكونوا مين؟ نشوف مع بعض. أما بنجي نتكلم إيه إحنا هنبدأ بالمسلسين ألف بهجيم ودال بهجيم. نركز مع بعض في المسألة. المسلس ألف بهجيم والمسلس دال بهجيم. يطرى في بينهم قاعدة مشتركة؟ ولا ما فيش؟ نجيب الورقة أو الألم بتوعنا كده وهنرسم المسلس ألف بهجيم والمسلس دال بهجيم مع بعض في ورقة آه برافو عليك. وهنلاقي هنا إن البيهجيم قاعدة مشتركة ممتازين يا سنة تاني. يبقى البيهجيم هنا ما لها؟ البيهجيم قاعدة مشتركة. طب هل يطرى في توازي عندي؟ وإن لمفيش توازي؟ نلاقي إن إحنا في عندنا توازي. يطرى مين بيوازي مين؟ هنلاقي إن إحنا عندنا ألف دال يوازي بهجيم. البيهجيم القاعدة المشتركة دي بتوازي الألف دال. يبقى إحنا بعد ما كتبنا اسم المسلسين هنبتدي نقول مين القاعدة المشتركة؟ والقاعدة المشتركة بتوازي مين؟ القاعدة المشتركة هنا واضح من اسم المسلسين إن الحرفين المتقررين هما البيهجيم وكذلك موجودة في الرسمة يبقى البيهجيم قاعدة مشتركة وكذلك البيهجيم توازي الألف دال الألف والدال دول هما رؤوس المسلسين يبقى القاعدة المشتركة بتوازي الرؤوس إذن هينتج إيه؟ روض عليكم هينتج إن مساحة المسلس ألف بهجيم تساوي مساحة المسلس دال بهجيم يبقى المسلسين متساويين في المساحة طيب هل يطرى المسألة خلصت كده؟ لأ ده لسه بدري قوي طيب أمال إحنا عايزين إيه؟ إحنا عايزين نسبت أن المسلسين الصغيرين اللي هم ألف بهميم والمسلس دال ميم جيم متساويين في المساح لأن المسلسين دول جزء من الشكل اللي هو عايزه إنما المسلسين الكبار دول ما أثبتوا ليش الحاجة اللي أنا عايزاه يبقى هعمل ليه علشان أدرى سبت أن مساحة المسلس ألف بهميم تساوي مساحة المسلس دال ميم جيم هنلاقي إن إحنا هنا هنطرح مساحة المسلس ألف بهميم جيم من الطرفين هاخد المسلس بهميم جيم ده أطرحه من طرفين بتوع المسلسين الكبار لو أنا طرحت المسلس بهميم جيم من المسلس ألف بهميم هيتفضل المسلس ألف بهميم كذلك المسلس بهميم جيم لو طرحته من المسلس دال به جيم هيبطل المسلس دال ميم جيم يبقى بطرح المساحة عينتوا بإيه؟ هينتج إن مساحة المسلس قلب به ميم تسوي مساحة المسلس ده الميم جيم واكتب حديث نم رواحي الجزء ده بيبقى موجود في 90% من المسائل اللي بيكون مرسوم فيها شابه المنحرف لازم أخذ مسلسين كبار أثبت أنهم متساويين في المساحة واطرح جزء الصغير اللي هو به ميم جيم اللي بيبقى موجود في المسلسين ينتج إن مساحة المسلس قلب به ميم تسوي مساحة المسلس ده الميم جيم وهنكتب عندي النمرأة واحد. هلاقيه بعد كده. هلاقي ايه, هلاقيه ايه. هلاقيه اننا المسلس به ميم جيم دوت اللي انا شيلته. موجود جوه ايه. موجود جوه ميم هي. الميم هي. الهيه دي منتصف به جيم. ازن الميم هي ده يعتبر ايه في المسلس به ميم جيم. اغمratهم عليكم. الميم هي ده متوسط في المسلس به ميم جيم. لانه مرسوم من رأس وبيناصف في الضلع المقابل له. طيب انا ما انفي عندي متوسط يبقى بما أن ميم هي متوسط في المسلس به ميم جيم. اذا المتوسط بيعمل حاجة مهمة جدا. المتوسط بيقسم سطح المتوسط الى سطحي مسلسين متساويان في المساح. يعني هينتوج ان مساحة المسلس به ميم هي. شو سوي مساحة المسلس ايه? ممتازين يا سنة تانية جيم ميم هي. يبقى مسلس يمين المتوسط والمسلس شمال المتوسط الاتنين هيكونوا متساويين في المساحة. اذا مساحة المسلس به ميم هي تسوي مساحة المسلس جيم ميم هي. واكتب عن دي دي نمرة اتنين. في نمرة واحد قلنا ان المسلس قالت به ميم قد المسلس ده الميم جيم. وفي نمرة اتنين قلنا ان المسلس به ميم هي. نبص في الرسمة قد المسلس جيم ميم هي. يبقى لو انا جامعت المسلسين ألف به ميم وبه ميم هي. هينتج لي أنهي شكل. برافو عليك وهينتج الشكل لألف به ميم. كذلك لو جمعت المسلس دا الميم جيم. والمسلس جيم ميم هي. يعني اجمعهم يعني يحطوا الشكلين جنب بعض. هيديني الشكل الرباعي دا الميم هي جيم. وهو ده المطلوب ولا مش هو ده المطلوب بالزبط كده. يبقى انا هنا قسمت المسألة للكذابولز. اولا خدت المسلسين الكبار اللي متساويين في المساحة لان فيهم قاعدة مشتركة ومحصولين بين مستقيم المتوازين. وبعد كده طرحت جزء مشترك موجود في المسلسين. طلع لي مسلسين صغيرين قد بعض. رجالك لقيت ان في مسلس تاني وهو متوسط. وهستخدم النتيجة بتاعت المتوسط بتقسم المسلس لمسلسين متساويين في المساحة. اثبت ان هما الاتنين متساويين في المساحة. هاخد الاجزاء اللي انا اثبت انها متساوية في المساحة واجمعها. يطلع لمساحة الشكل تساوي مساحة الشكل. اذا من واحد واثنين بالجمع مساحة الشكل قلب به الميم تساوي مساحة الشكل دال ميم هي جيم. وبقى انا كده اديت اوصل ان مساحة الشكل تساوي مساحة الشكل. طيب نشوف كمان تدريب. في اشكل مقابل قلب به جيم دال شكل رباعي تقاطع قطره في ميم. برضو نلاحظ هنا ان احنا عندنا ايه? عندنا نفس الشكل الرباعي اللي اقطاره متقطع في ميم. وعندي كمان الف دال يوازي به جيم. يبقى فيه جزء مشترك ما بين المسألة دي والمسألة اللي قبلها ولا لقى? نفس الشكل الرباعي ونفس الاقطار المتقطعة في نقطة واحدة. يبقى هنبدأ بايه? نشوف الاول هو طالب مننا ايه? هو بيقول لي ان انا عندي هيه? منتصف الف بيه ونون منتصف جيم ميم. يبقى في عندي نقطة منتصف الاضلع جيم. وبيقول لي برهن ان مساحة المسلس اللي اكفيه ميم تساوي مساحة المسلس دال نون جيم. اول حاجة هبدأ الشكل الرباع بالمنظر ده كده? هكتبه الف بيه جيم دال ودي نقطة ميم اللي في النصف. هبتجي اشتغل عن انهي مسلسين? انا حر انتو زي ما انتو عايزين. دايما القعدتين المتوازين دول اللي انا اقيل عليهم في رأس السؤال ان الالف دالي وازي به جيم دول بيبقوا زي دليل لنا انا هاخد انهي مسلسين. يبقى انا لازم اخد مسلس واحد فيهم يكون البيه جيم اخد المسلسين الف به جيم ودال به جيم. واقول فيهما عندي قاعدة مشتركة وعندي توازي او فعلا عندي البيه جيم قاعدة مشتركة وعندي البيه جيم توازي الف دال. ايه اللي هينطج؟ رفع عليك وهينطج ان مساحة المسلس الف به جيم تساوي مساحة المسلس دال به جيم. هنعمل ايه بعد كده? ها؟ بنترح الجزء المشترك ما بين المسلسين. بنترح مساحة المسلس به ميم جيم من الطرفين. بنترح مساحة المسلس به ميم جيم من الطرفين ينتج ان مساحة المسلس الف به ميم تساوي مساحة المسلس دال ميم جيم. يبقى احنا كده وصلنا من الف به ميم قد لدال ميم جيم. طب نكمل بقى مع بعض. هنلاقي ان المسلس الف به ميم ده مرسوم جواهي. تعالوا نشوف الرسمة كده. هاجر الرسمة. لقي المسلس الف به ميم مرسوم جواه ميم ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يسوي مساحة المسلس ميم هد المتوسط بيقسم المسلس لمسلسين متساويين في المساح يبقى مساحة المسلس آلث ميم هد يسوي مساحة المسلس ميم هد طيب وعندي كذلك في المسلس دال ميم جيم شايفينه المسلس التاني دال ميم جيم المسلس دال ميم جيم في إيه؟ فيه نون دال متوسط يبقى نون دال متوسط في المسلس دال ميم جيم طيب ما في عندي متوسط في المسلس، المتوسط هيعمل إيه في المسلس؟ هيقسم سطح المسلس إلى مسلسين متساويين في المساحة. مين هيقول لي مين المسلسين اللي عندي هنا متساويين في المساحة؟ رفع ليكم ساحة المسلس دال ميم نون هتسوي مساحة المسلس دال نون جين. إيه بقى هنكتب الكلام ده؟ إذن مساحة المسلس دال ميم نون تسوي مساحة المسلس دال نون. أصبح في عندي كم حاجة ستنتكتها؟ عندي ثلاث حاجات. عندي مساحة المثلث قالت به ميم. ومساحة المثلث ده الميم جيم. دي اللي احنا قلناها في نمرة واحد. وفي نمرة اتنين قلنا ان المثلث قالت ميم هي. مساحة وتسو مساحة المثلث ميم هي به. وفي نمرة تلاتة قلنا ان مساحة المثلث ده الميم نون. وتسو مساحة المثلث ده المون نون. ده معناه ان جميع الأجزاء المثلثات الصغيرة اللي هي قالت ميم هي. وميم هي به. ودال ميم نون، ودال نون جيم، كلهم مالون، كلهم متسويين، بيساوا نص مساحة المثلث ألف به ميم، أو نص مساحة المثلث دال ميم جيم، لأن المتوسط لما بيقسم المثلث بيقسم المثلثين متسويين في المساحة، كل مسلث منهم نص المثلث الأصلي، مساحته نص مساحة المثلث الأصلي، ده إذا من واحد واثنين وثلاثة هينتج أن مساحة المثلث ألف هميم تساوا مساحة المثلث دال نون جيم، وكمان لو هو الطلب من الناس بتنها بتسوي نص المساحة هي فعلاً بتسوي نص مساحة المسلس قالت بيه مين أو بتسوي نص مساحة المسلس ديل مين جين يبقى احنا لازم نبقى وغدين بالنا من حاجة مهمة جداً يا سنة تانية دايماً المساحات بضيف فيها جزء أو أحزف منها جزء الحاجات دي لازم تكون وغدين بالنا منها كويس جداً يبقى لو أنا طرحت أجزاء متساوية من جزئية متساويين في المساحة هتظل المساحات متساوية ولو أنا أضافت جزء متساوي للمساحات المتساوية هتظل برضو المساحات متساوية ونخلي بالنا أن المسلسات نفتكر مع بعض إمث المسلسات بيكون متساويين في المساحة؟ المسلسات بيكون متساويين في المساحة لو قواعدهم لقاعدة مشتركة والقاعدة المشتركة بتوازي على مستقيم يوازي الرؤوس وبتكون هون كمان القواعد متساوية ومحصولين بين المستقيمين المتوازين ومسلسين متساويين في المساحة ولو أنا عندي متوسط بيقسم المثلس المثلسين متسويين في المساحة والمثلسين بيكون متسويين في المساحة لو ليهم نفس الرأس وقواعدهم متساوية وعلى استقامة واحدة يبقى دي الحالات اللي احنا قدرنا نستنتجها النهاردة ونشوف يا طرى المثلسين امتى بيبقوا متسويين في المساحة الجزء بتاع بتسوي المساحات من المثلسين ده في غاية الأهمية هايزاكوا تذكروا كويس جدا ولو في أي سؤال أو استفسار هتبعته لنا على الصفحة بتاعتنا وإحنا إن شاء الله هنرد على أسئلكوا واستفساراتكم إن شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس بتاع النهاردة مع أطيب تمانيات الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بدوام النجاح والتفوق وخالص تحياتي كان معكم الأستاذة فاطمة مصطفى رجب معلم خبير رياضيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته